إلى اليوم التالي ومنها نقرى الوساطة ترفض مقترحات قطاع الشمال في ظل وجود جسمين للحركة جدد الاتحاد الأفريقي تمسكه بخارطة الطريق الموقعة بين حكومة السودان والمعارضة المسلحة في وقت أوصد فيه البابة أمام مقترح استئناف المفاوضات عبر ثلاثة خيارات وإيقاف المفاوضات السياسية والذي دفعت به الحركة الشعبية بقيادة عقار وقال رئيس مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي بالسودان السفير محمود كان في تصريح للمكتب السوداني للخدمات الصحفية إن الوساطة الأفريقية رفعت المستوى برئاسة ثابون بيكي ليس لديها أي قرار حاليا نظرا للأوضاع الداخلية للحركة الشعبية وأضاف أن الوساطة التقت مالك عقار وياسر عرمان وأبلغتهم رفضها للمقترحات المقدمة عبر ثلاثة خيارات في ظل وجود جسمين للحركة الشعبية وإيقاف المفاوضات السياسية مجددا رفض الوساطة لأي حلول خارج خارطة الطريق سيد المكاشف بعد رفض مقترحات الحركة الشعبية من الوساطة والحكومة إلى أين سيتجه مستقبل العملية السياسية في ظل التقاطعات والاتجاهات المتعددة والانقسامات التي تشهدها الحركة الشعبية حاليا طيب في البداية الإجابة على هذا السؤال تتطلب معرفة هذه المقترحات التي تقدم بها جناح مالك عقار وياسر عرمان الذي حدث أنه تقريبا يوم الثلاثاء الماضي التقى مالك عقار الجانب الذي يرأسه مالك عقار وياسر عرمان ومبارك أردول هو صار الناطق الرسمي لهذه المنمع التقوا في أديس أبابا على هامش القمة 29 العادية للاتحاد الأفريقي بثابون بيكي رئيس الآلية وعبد السلام أبو بكر من الآلية نفسها وممثل الأمينة العام للأم المتحدة التقوا الثلاثة بهؤلاء الثلاثة وفي هذا اللقاء طرح الوفد عقار هذه المقترحات التي تم رفضها المقترحات تتحدث عن الآتي أولا هم قالوا أنه معنيين في هذه المرحلة بالموضوع الإنساني يعني تم التفاوض على الموضوع الإنساني ويستبعد تماما المفاوضات السياسية يعني يكرس الآن الملف للموضوع الإنساني وفي الموضوع الإنساني قدموا ثلاث اقتراحات الاقتراح الأول بيقول أنه الجانب الذي تزعمه مالك عقار مع الجانب الذي يقوده عبدالعزيز الحلو والحركة صارت جسمين حقيقة أكيد طبعا الذي يقوده عبدالعزيز الحلو يتفق على تكوين وفد وفاوضي موحد برؤية موحدة يعني الوفد يكونه من الشخصيات اللي علاقة بالعمل الإنساني من هنا ومن هناك ويكون وفد مفاوض رغم أنه من جسمين يعني لكن يكونه وفد موحد برؤية موحدة أو إذا وافق الطرفان ومؤكد أنه الطرف الذي تقدم بهذا المقترح هو موافق عليه ويقصد بأنه إذا وافق الطرف الآخر المقترح الثاني أنه يقوم في وفدين وفدين كل جسم يكون وفده ويتفق على رؤية موحدة يعني الرؤية موحدة والجسمين مختلفين الثالث أنه يعني كل جسم يذهب برؤيته المختلفة والمنفصلة عن الآخر هذا هو المقترح ببنوده الثلاثة الذي تم رفضه ومسألة أنه برضو أيضا تؤلق أو تؤجل المفاوضات السياسية تم رفضه وكما جاء في الخبر أنه الآلية تمسكت بخارطة الطريق يعني حقيقة المسألة يعني ما زالت يعني تنفى كثير من القموض والتعقيد ربما يصعب التكهن بشأن العملية التفاوضية حقيقة 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 هل سيتم الاعتراف فقط بالجانب الذي يقوده عبدالعزيز حلو وتسير المفاوضات مع هذا الجانب هما الآن عبدالعزيز الحلو يعني بصدد وضع الهياكل وإجازة الدكتور والمنفصلة إلى آخر هذا الموضوع والآن يباشر هذه المهام بحسب آخر الأخبار الواردة من هناك ويستبعد الجناح الآخر هذه مشكلة حقيقتك هل يتم التفاوض مع الجسمين كل جسم مع الأحدة هذه أيضا مشكلة بقدر يتم التفاوض مع حركة موحدة ذلك أفضل للقضية وأفضل للمتفاوضين أنفسهم يعني حقيقة لحد الآن زي ما قلت الموضوع يعني يتنفه سيد المكاشفة ربما هناك عبارات أو خطابات تخوين صدرت من كاودة من مجموعة الحلو تجاه مجموعة عقار في ظل هذا التراشق يعني هل نحن لا نستبعد تواصل بين مجموعة عقار والحكومة خاصة أنه الحلو كان التهم المجموعة دي بيننا هي تهرول وتركض نحو توقيع اتفاوض نعم صحيح هو داء هذا الاتهام القديم وظهر مع خطاب الاستقالة يعني نعم نتقدم عبدالعزيز الحلو باستقالته المشهورة تلك نعم يعني دار هذا الاتهام بأنه يعني المجموعة الأخرى مالك عقار وياسر عرمان يعني نقول بالكلام باعه ردضية وعقده صفقة سرية مع الحكومة بموجبة يحل الجيش الشعبي ويسرح إلى آخر هذا الاتهام هو اتهام سابق يعني قديم يعني يعني أنا لا 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 يعني ليس لدي ما يثبت أو ينفي هذا الاتهام يعني حقيقة يعني فربما يعني مثل هذا الحراك السياسي والمفاوضات السياسية فيها التكتيكات وفيها الألعيب وفيها غيره يعني ممكن أن يكون أي شيء وارد لكن على العموم هو اتهام أنا لا أستطيع أن أذبته ولا أستطيع أن أنفي ولا في قراءة نحوال كده نعم ولا في قراءة نحوال في بعض الصحف كانت قبل أيام بتتكلم عن اتصالات طويلة بين مسؤولين ومالك عقار وربما انت عارف طبعا في بعض الصحف في الخرطوم لديها علاقاتها ولديها والله يعني لا تستبعد أي شيء لكن للأمانة يعني الكلمة أمانة لا أستطيع أن هي تقديرات وهي يعني تفسيرات لبعض المواقف إلى آخر لكن حقيقة يعني كان أكثر زهدا في الحرب مالك عقار هذه معلومة معروفة منذ أن كان مستقرا في الدمازين وواليا عليها وأسس مركزا ثقافيا إلى أن حصلت أحداث جنوب كردفان في كادوكلي والخلافة المشهور وخروج عبدالعزيز الحلو لآخر لحظة معروف كان أنه يعني يعني مالك عقار أكثر زهدا في الحرب والحودة للمربع السابق هذه معلومة لكن يعني لا أستطيع أن أدلي برأي قاطع ومحدد في مثل هذا الاتخام طيب في ظل الضبابية الكبيرة للآن ما هو مصير خارطة الطريقة الأفريقية في ظل وجود جسمين زي ما أنت أسلفت قبل شوية والخارطة مشتفى مسافات كثيرة جدا جدا طبعا حتى قوة نغاة سودان وإيرا كان كلهم عندهم مواقف ويتحسمت فيها يعني مصير الخارطة دي شنوب في ظل والله يا أخي الخارطة الآلية يعني بحسب آخر التصريح كما ورد في القبر يعني الآلية الأفريقية الرفيعة متمسكة بهذه الخارطة والحكومة أيضا متمسكة بهذه الخارطة أما الطرفين الآخرين المسألة لا ذال يعني يكتنفوا ضباب كثيف ولا يعرف حتى الآن يعني كما وضح أنه مجموعة عبدالعزيز الحلو يعني مجغولة بالبناء الداخلي الآن يعني بناء الهياكل والدستور والمنفستو إلى آخره وبعد ذلك يعني 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 بعد ذاك يعني حينتهي الأمر لشنوب هل يعتمد جسم واحد هل يتم الاعتماد على جسم واحد ويمضي التفاوض معه أم يكون هناك مسارين للتفاوض مع هذا ومع ذاك وبعد ذلك يعني يعني يفهم موقف كل طرف من قارطة طريق الموضوع يعتمد بقدر الإمكان على ما ستقول إليه أو ما ستكتب عنه الأيام القادمة بخصوص هذين الجسمين الذين مسلان الحركة الشعبية تنشقت معروف تاريخ العمليات التفاوضية من الحكومة السيدانية مع الحركات الدارفورية في ظل انقسامات بغض نظر عن النتائج على الأرض يعني أرهقت الوسطى وحددت منابر وأرهقت حتى الحكومة يعني تعدد المنابر التفاوضية في دارفورية الآن نحن أمام جسمين ربما مالك عقار عنده مجموعته بعلاقات الدولية وربما عبدالعزيز الحلو خاصة أخيرا بعد انضمام اللواء جاقود مكوار بغض نظر عن الوضع على الأرض وقواته الميدانية لكن دي بتمثل حاجة تانية يعني كيف يمكن انعاش عملية السلام في ظل طرفين المسافة بيناتهم هي أبعد ما يكون الآن وأي واحد عنده ملفه في يده الطرف التاني هو ما عنده سواء كان جاقود مكوار مع الحلو أو الملف الدولي مع العقار صحيح صحيح كما ذكرت أنه الذي وقع داخل الحركة الشعبية قطاع الشمال هو طلاق باين لا يعني لا يمكن أن يلتقي الطرفان بعد ذلك لكن يعني يعني إذا نظرت لهذا الأمر أنا أخشى أن يتكرر سيناريو حركات دارفور يعني الذي حدث منذ استقالة الإصغالة التي تقدم بيو عبدالعزيزة الحلو يشابه لحد كبير ما حدث في مؤتمر حسكنية مؤتمر حسكنية 2003 نعم وبعد ذلك التشضي الذي حصل والطرف المتشضي يتشضى هو الآخر وإلى آخر هذا ما نقشاه هذا ما نقشاه ويجري على الحركة الشعبية قطاع الشمال ما جرى لحركات دارفور في السارق وتعلم أنت الذي حدث يعني الحكومة تحصل صغير وتأتي به وتمنحه منصب بعد ذلك ينشط طرف آخر ويقبل بالتفاوض في ظل عدم وجود أي مبادرات مثلا للملمة الحركة هناك سياسية داخلية طرحت مبادرة لكن تبدو خجون بعض الشيء لم تنجح حزب المؤتمر السوداني حاول أن يقود مبادرة حتى عبد العزيز العلو رفض أن يتناقش حول هذا الموضوع مجرد النقاش ما هي الأسباب التي دفعته أو التي برّر بها رفض مجرد النقاش لا رجعت فيه وهو ما خلاص لن يتراجع عن الذي مضوا فيه يعني إقالة العقار وعرمان وغير وغير التفاصيل دي كلها لا رجعت فيها بأمر قاطع وحاسم